واتمكنت مفارز المديرية العامة للمعلومات في محافظة صلاح الدين من اعتقال أحد المطلوبين وفق أحكام المدى الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب شمال المحافظة وأكدت المعاونية التنسيق مع قطعات الماسكة في عملية اعتقال الإرهابي حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه لينال جزاءه العادل ودعت معاونية استخبارات ومعلومات الحجد إلى الإبلاغ عبر الخط الساخن عن كافة العناصر الإرهابية والإجرامية علم أن هوية المتصل ستبقى طي الكتما